اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يواصل زيارته للولايات المتحدة ويرتمعوا الى الامين العام للأمم المتحدة عودة العدوء الى مناطق الحبود بين جمهوريتين الربيجان وارمينيا السوفيتيتين وتصاعد موتة الثيتات على تدخل العسكري السوفيتي في الربيجان بعض الله ورعايته سوف يقضي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ايبه الله فترة قصيرة تسارف اسبوعا خارج مدينة الرياض رافقته السلامة وحفظه الله في حله وتحاله بعد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ببقية الى فخامة الرئيس التوليسي زين العابدين ابن علي هذا نصها صاحب الفخامة الاخ الرئيس زين العابدين ابن علي رئيس الجمهورية التوليسية تولس لقد تأثرت عندما عليكم هذه الابرار التي لحفت بجمهورية تولس الشقيقة من جراء السيول التي سنسببت في حدم عدد من المنازل وأودت في حياة عدد من المواطنين التوليسيين ثم ألقى صاحب السنو الملك لدي سعود بن عبد المحسن كلمة أضحى فيها أن هذه التوراة تأتي في وقت ما اتزال الأحزاء فيه تتفاعل على المستوى العالمي حيث تشهد الساحة الإسلامية صحوة واعية تتجمع فيها القوى الإسلامية الفاعلة لتقود مكيرة العودة الصحيحة إلى كتاب الله أيها رخوة الأفاضل أبركات من المسج العربية السعودية وما تزال تنادي من تأتيتها على يد جرالة الملس عبد العزيز معبد الرحمن في حياة المسلمين باعتقار أن هذا التطبيق هو الطريق أو الحج والأمثل لنقاذ المسلمين من التردي في أوحال الحضارة المادية الموحدة التي سلبت الأمم في أمها ومثلها أبل وآدمية إن أمام دوراتكم هذه الضغايا ومشكلات وسعجيات للوجود الإسلامي في كل مكان أكتريات وفليات أكترياته وفلياته وإنه رغم لا وإنه رغم الأمخاصات المبشرة بنجوم الصحوة الإسلامية وإنكدادها إلا أن تمت فأر الفساد والإحاد ما زالت تتغذى بل وتتغذى الضعم الصحيحة محجوبة لقوى المعادية للإسلام والمسلمين ونسف شك لأن هذه الضغايا فضعة هذه التحليل وعلى نقاط البحث والنقاط لتقوضوا بعدها إن شاء الله بقرارات وتوصيات حكيمة لمعالجتها وحلها وإذا كنا في مملكة العربية السعودية فما كنت سالفا ننظر إلى المعلمات نظرة متميزة فإنه مفردني أن أنه لن تأمين وتدعيم خادم الحرمين الشريفين المنفاء لبعض العديد لكل ما من شأنه أن يحقق لهذه الأمة المالدة ولدينها الحنيب آمالها ونقلعاتها في التقن الإسلامي المشرك العديد بعد ذلك ألقى سماحة الرئيس العام للمجلس التأسيسي لربطة العالم الإسلامي ورئيس المجلس الأعلى العالمي المساجس ورئيس المجمع الفقيفي رابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد العديد بن عقون بن فاس كلمة أشاركيها إن أهمية هذه المجالس وأهداف أن نأتي حيز من المجالس سماحة الرئيسية وأن أهمية الإسلامية يقدر الجميع يقدرون إسلامية بإستخدام التأسيس ويقدرون الأعلى لما يقدرون أفضل الظوء من المجلس إذن الإسلام ومجلسوا أنها وإنقاذ صعبت أ LEG ودعوها من أجلها لأجلها وكذلك فرعوها الإسلامية بحاجة ونزعوا إلى الله وإنما يقوم بأيديها لأجلها السلامة وإنما يقوم بأيديها وإنما يقوم بأيديها ثم ألقى فخامة الرئيس مامون عبدالقيوم رئيس دنورية المالدي وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي كلمة الأعضاء أوضح فيها أن السياسة الحكيمة التي تنتهدها حكومة المملكة العربية السعودية والجهود التي تدلها بقيادة خادم الحرمين